صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر لسنوات طويلة كانت مشكلة المخلفات والتراكمات اللي موجودة في مقالب عشوائية من المشكلات اللي كانت بتواجه الشارع المصري لكن في الحقيقة وإحنا بنتكلم عن الجمهورية الجديدة والانتقال لجمهورية جديدة يعني فيه طفرة حقيقية بتحصل في الأرض لازم يكون مع هذه الطفرة وهذا التحول الجمهورية الجديدة يكون فيه انهاء تام لمشكلة التراكمات الخاصة بالمخلفات عشان كده كان فيه تحرك جاد وسريع ومؤسسي لانهاء أزمة المخلفات من جذرها علشان كده صدر قانون المخلفات ولائحته التنفيذية اللي تم الإعلان عنه رسميا من أيام إيه هو القانون ده وإيه هي اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون انهاء المخلفات ده اللي هنتعرف عنه من الأستاذ ياسر بحكوب مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة صباح الخير يا صباح خير صباح الخير أهلا بك أهلا بك سيد ياسر احنا نتكلم على لائحة تنفيذية جديدة عاوزين نعرف إزاي هيتم تطبيقها على الأرض طيب بسم الله الرحمن الرحيم أولا قبل صدور القانون الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية الدولة المصرية كانت بتعاني من بعض المشاكل الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات البشاكل دي من جميع النواحي المؤسسية الفنية وخلافها كل الأمور دي اللي دفعت الدولة المصرية لأداء تشريع لتنفيذ منظومة واضحة لإدارة المخلفات ترتقي بالمنظومة من كافة النواحي تضمن كل الأبعاد المؤسسية الفنية المالية وخلافها بص المنظومة منظومة مختلفة درس التشريعات الدول اللي ارتاقت بمنظومة قطعة المخلفات وأخذنا التشريعات دي في عين الاعتبار أثناء عدد القانون ولقيحته التنفيذي تضمن القانون البنود اللي أنا أقول لحضرتك عليها تضمن استدامة الموارد المالية الخاصة للمنظومة تضمن حوافز الاستمار في مجال إدارة المخلفات تضمن إدراج جزء كبير وهو القطاع غير الرسمي لشجال في المنظومة على سنوات طويلة كل الأمور دي هتنعاكس على المنظومة وهتنعاكس على الشارع إن شاء الله إن شاء الله طيب عايزة أسأل حضرتك عن رسوم النظافة لأنه في الآخر ده اللي بيهم الناس طيب وهل في شرايح؟ وهل هي تضاف على فتورة الكهرباء؟ الموضوع هيكون عامل إزاي؟ طيب خلينا نوضح بس أمر مع صدور القانون واللاحة التنفيذية في خطأ تم من بدء تنفيذ رسوم النظافة من الغد وده أمر مغلوط لسه رسوم النظافة اللاحة التنفيذية نزلت عشان تضع الأسس والقواعد اللي هيتم على أساسها المنظم والعدد تحديد الرسوم اللي هتراعي الأبعاد الاقتصادية وقدرة المواطن على الدف واللي أنا بتوقع إنها مش هتزيد عن بعض الرسوم المطبقة حاليا الوضع الحالي الرسوم متدرجة من 13 جنيه وفقا للقانون السابق المواطن برضو بيدفع للمتعاحد أو الزبال اللي بيجيله لا في ظل القانون والتشريح هو هتبقى جاية واحدة اللي هيتم تحصيل الرسوم من خلالها هي الدولة أيا كانت القالية على فطورة الكهرباء وخلافه بس المواطن مش هيدفع أكتر من اللي كان بيدفعه حاليا بل ممكن يقل فالله هتنفيذية لمصادر ونوع من إعادة الهيكلة إعادة الهيكلة وتوحيد الموارد المالية بحيث يتم الأغذف الاعتبار بيها المواطن يحس بمردود مختلفة عملية الجامعة من الوحدات السكنية والتجارية وخلافه المواطن يحس بمردود على الشارع الشارع نظيف فيه عربيات بتوكنوس كانس آلي فيه عربيات بتخسل غسيل آلي فيه عملية الجامعة منتظمة للوحدات السكنية والتجارية فيه منظومة محترمة المواطن يحس بمردود مختلف على الأرض الشارع وإحنا بنتكلم هنا يا أستاذ ياسر عن منظومة محترمة زي ما حيك قلت فيها تكامل زي ما حيك ذكرت مش فكرة اللي أنا بجمع القمامة دي من المنازل علشان كده بحط شريحة أو نسبة مالية على فطورة الكهرباء تحديدا لأ فيه كمان شغل بيحصل في الشارع نظافة الشوارع، غسيل الشوارع، تجميع القمامة من الشوارع فكل ده أكيد ليه مقابل مادي فهل فيه مجموعة من الحوافذ هيتم منحها للشركات العاملة في هذه المنظومة ولا الموارد اللي بيتم تجميعها من المستهلكين بقى للأشياء تحديدا هي دي هتكفي لإدارة هذه المنظومة طيب، لو تكلمنا في البداية الأمر لتكلفة المنظومة التكلفة الدولة هتتحمل جزء كبير منها يعني مش هتحمل المواطن الجزء الأكبر لا المواطن هتحمل الجزء الأولير اللي هو بيدفعه في الوضع الراهن بل ممكن يقل زي ما قلت رحضرتك على بعض الشراح سامحية مش هيزيد لا لا خالص أنا قلت زي ما شرحت رحضرتك المواطن في الوضع الراهن بيدفع لجهتين بيدفع للمتعاحد أو الزبال اللي بيجيلوا على باب الشقة وبيدفع لفطورة الكهرباء لا في ظل التشريع جديد هي جاهة واحدة اللي هيتم بتحصيل منها الرسوم وهيقل زي أنا بقولت لحضرتك في بعض المواطن الجزء الأخرى الدولة هتتحمل تكلفة المنظومة من بنود أخرى تم وضعها داخل القانون الدولة هتتحملها الجزء الأخرى وهي حوافز اللي هيتم تقدمها للشركات الأصل في القانون إن خلاص الدولة على طرف القطاع خاص هو اللي هقوم بتشغيل المنظومة خلاص الأصل في تنفيذ المنظومة هو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني عملية التشغيل القانون نص صراحة هتتم من خلال القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الدولة مش هي اللي هتقوم بتنفيذ المنظومة هي هتتعاقد مع قطاع خاص قادر على تنفيذ المنظومة سواء شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو جماعات أهلية لتنفيذ المنظومة جزئة أخرى هي استدامة الموارد المالية للشركات اللي هتقوم بتنفيذ المنظومة ودي قانون نص عليها صراحة ووضع استدامة الموارد المالية اللي من خلالها درد الشركات سواء متوسطة أو صغيرة أو كبيرة أو جماعات أهلية المقابل العادل لتنفيذ الخدمة جزئة أخرى وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابعة لوزارة البيئة هي نصك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أو متنهات صغيرة لإعطاء حواف استمولية وفنية للشركات الصغيرة ومتوسطة للقيام بتنفيذ المنظومة أيضا جزئية أخرى وجزئية مهمة جدا الجهاز هيبتدي يدرج الكطاع غير الرسمي الكطاع غير الرسمي اللي اشتغل في الدولة على سنوات طويلة الجهاز بدأ يقانون وضعه ويستقبل الأوراق الخاصة بالكطاع غير الرسمي وتقنين وضعه وضعه في إطار قانوني بحيث يتم تنفيذ المنظومة وفقا للشراطات اللي وزارة البيئة وضعتها إن شاء الله إيه كمان يا أستاذ ياسر جهات ما كانتش موجودة داخل المنظومة وانضمت للمنظومة خلينا أقول لحضرتك إن زي هو قانون نصف صراحة خلاص كفانة إن الدولة هي اللي تشغل أو موظف المحليات هو اللي ينزل ينظف أو ينزل يجمع لا هي عطرفت إن فيه قطاع خاص وقطاع خاص لازم يتم إدراجه داخل المنظومة أيضا تشجيع للشركات الشبابية إن هما يدخلوا للمنظومة يكونوا شركات صغيرة ومتوسطة ياخدوا بعض الكروض المؤسرة والوزارة البيئة هتساعدهم مع جهاز المشروعات زي ما قلت لحضرتك هياخدوا حوافز تامولية حوافز فنية هياخدوا تدريب من خلال وزارة البيئة بحيث إن يقدروا ينفذوا منظومة جيدة وحسب الدراسات اللي عدتها وزارة البيئة المنظومة دي تتحمل حوالي مليون فرصة عمل يعني نوع واحد من أنوع المخلفات يوميا مصر بتولد 60 ألف طن مخلفات بلدية يوميا من 20 إلى 25 مليون طن سنويا الكمية دي كفيلة إنها تعين فرص شباب كتيرة على جميع مراحل المنظومة دي جزئية مهمة جدا والدولة اهتمت بها وإن شاء الله هتنعكس على الشارع وعلى المواطن المصري وهتنعكس على الشباب اللي هيكأسش الشركات سواء متوسطة أو صغيرة أو متنهية الصغيرة سيد ياسر يمكن السادة المشاهدين المتابعين لينا حاليا في صباح الخير يا مصر يمكن كل اللي يهمهم دلوقتي موضوع الفلوس هيدفع إيه يعني مهموش اللايحة التنفيذية إيه تفاصيلها أوي وإن كان لها فايدة كبرى ممكن ترجع له بشكل غير مباشر لكن هو عاوز يعرف هيدفع إيه وحيكأكدت دلوقتي أن زمان كان بيتم الدفع من خلال جهتين أول جهة المتعهد أو جامع القمامة وتاني جهة اللي هي الشريحة اللي بتتحط على الكهرباء دلوقتي هتبقى في بند واحد فقط وهي شريحة الكهرباء طيب أنا دلوقتي وأنا قاعد لو خبط علي المتعهد اللي بيجمع القمامة النهاردة أدي له الفلوس اللي هو بياخدها ولا لسه ده ما تنفص على الأرض خلينا أوضح لحضرتك أمر حصل بالفعل على الأرض من خلال ست شهور الحكومة المصرية ومحافظة الكهرباء تعقدت مع شركتين للمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية شركات وطنية لتنفيذ خدمات جامع واناء المخلفات ونظافة الشوارع وكان الزام داخل التعاقد أن الشركات اللي هتشتغل على الأرض لا تقوم بتحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين أو مساكن سواء وحدة سكنية أو تجارية وتم فتح أو إنشاء مكتب للشكاوي داخل محافظة الكهرباء من أي مواطن تقوم الشركة دي بتحصيل أي مبالغ منه ليه خط ساخن أو ليه رقب؟ هو داخل محافظة الكهرباء ممكن أبعاته لحضرتك تأرده في الحلقة إن شاء الله ده متاح فخلاص التعاقدات اللي الدولة بتبرمها مع القطاع الخاص بتلزم القطاع الخاص لما يحصلش أي مبالغ مالية من المواطن فده واضح بالنسبة للمواطنين خلاص ما فيش شركات القطاع خاص هتقوم بتحصيل أي رسوم نظير القيام بالخدمة هو القطاع الخاص ملتزم بجمع المخلفات ونظافة الشارع وغرب القاهرة في المنطقة الشارعية والمنطقة الغربية والمنطقة الشاملية وقت الموضوع الجديدة؟ يعني أكتوبر ومدينتي وتجمع تدرجيا خلاص إحنا دخلين تدرجيا بالمحافظات بالتوازي كل محافظة هينزلها قطاع خاص ده إلزام داخل التعاقد إحنا شغالين على مستوى 27 محافظة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة إن أي حد هيجمع المخلفات قطاع خاص الدولة هي اللي هتدفع المقابل نظير أداء الخدمة ولن يكون بتحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين وده كان نص صريح في القانون ونص صريح في التعاقدات اللي الدولة هتبرمها مع القطاع الخاص طيب سوز ياسر عايزي سأل حضرتك إحنا نتكلم عن أنه دي مشروعات صغيرة ومتوسطة والشباب حيكون عايزين يشاركوا في ده إيه الخطوات اللي المفروض ياخدها علشان يعمل شركة ويشارك في هذه المنظومة؟ طيب هي خطوات سهلة جداً أي مجموعة شباب عايزين ينشؤوا شركة متوسطة أو صغيرة بيلجأوا لأي إن كان الجاهة اللي هينشوف فيها الشركة تاعة الاسمان أو أي خلافه وبيتوجهوا بعد ذلك الجهاز تنظيف ده في المخالفات لأغز ترخيص مزولة النشاط بعد كده بيتقدموا للمحافظة أو المنطقة اللي حاب يشتغل فيها وبيتم إبرام التعاقد معهم التعاقد العادي اللي بيقدر يضمن استمرارية للشركات اللي تشتغل على أرض طيب يمكن من بين اللايحة التنفيذية فيه بند خاص بالعلامة الخضرة إيه هي العلامة الخضرة دي وإيه الحوافز الخاصة به؟ طيب هي جزئية مهمة جداً من الحوافز اللي القانون وضعها اللايحة التنفيذية على المصنعين على تشجيع المدخلات القابلة لعادة تدوير في العملية الصناعية المنتج الصادر على العملية الصناعية يبقى قابل لعادة تدوير وبيقلل مخالفات الصناعية فكرة الفصل اللي احنا بنتكلم عنها زبان الفصل والعملية الانتاجية نفسها تبقى المنتجات قابلة لعادة التدوير وبيقلل كمية المخالفات الصناعية أيضاً جزئية مهمة جداً القانون نص عليها والله حتى التنفيذية هي جزئية الكياس البلاستيكية أو حدية الاستخدام والاكياس دي بتسبب لنا مشاكل كبيرة سواء في الشارع أو خلافه أو سواء نسبة التحلل بتاعها ما بتقومش بالتحلل دي بتأثر على الأرض والمياه الجوا فيها لفترات سوية قانون نص على الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية وحدات استخدام ووضع بدائل لها الكياس القابلة للتحلل هي المشكلة أنه البدائل أغلى؟ إزاي هنواجهنا؟ لا هو القانون عشان البدائل أغلى وضع حوافز للمستثمر أو المصنعين اللي هيتحولوا للكياس البلاستيكية القابلة للتحلل هيديهم بعض الحوافز الكرتون الكرتون أو خلافه أي بدائل أو كياس القابلة للتحلل فيه كياس بلاستيك قابلة للتحلل وفيه كياس كرتون دي مش ضرب البيئة كل الأمور دي الدولة هتشجع المصنعين اللي هيتحولوا لكياس صديقة للبيئة هتديهم حوافظ بالتنصيق مع وزارة المالية الحوافظ يجب تمثل في أفئات ضربية و جمركية على بعض المعدات التي ستشتغل بها كل الأمور ده عشان أشجع القطاع الخاص أو أشجع المصنعين لتحول من الكياس البلاستيكية الغير صديقة البيئة للكياس البلاستيكية الطديقة للبيئة قبل التحلل القانون لنزل وضع البنود دي عشان يحد من استخدام الكياس البلاستيكية وهيضع عليها قيود بحيث أن كل المصنعين هتحولوا لكياس صديقة البيئة قبل التحلل وده هتأثر على المنظومة بالنسبة كبيرة وهتحسن المنظومة بشكل كبير إن شاء الله نعم إحنا هنا بنتكلم على لائحة تنفيذية حسب اللي أنا فهمته من الكلام اللائحة تنفيذية دي بتحط شكل أو إطار مؤسسي للمنظومة ككل مش هيبع عندي دلوقتي أي شخص شاف اللي هو يقدر يجمع قمامة من منطقة ما بياخد عربية نص نقل ويجيب اتنين تلاتة عملة غير منتظمة ويبتدي يشتغل بشكل فردي لا فيه شكل مؤسسي للمنظومة صح؟ صح مزمو طيب إزاي هيتم التعامل مع يعني أقول الدخلاء في وقت ما على هذه المهنة وهل هيتم دمجهم في هذه الشركات؟ طيب القانون أول أول فصل خاص به والإحادة التنفيذية هو الوضع المؤسسي وإزاي يضع تنظيم للمنظومة من ناحية عملية التخطيط والركابة والتنفيذ خلاص تم تعميم خطابات رسمية على مستوى المحافظات وأجهزة المقطعات المرانية أنه لا يوجد أي شركة ينفع تشتغل ألا من غير ما يكون مرخص ليه من جهاز تنظيم إدارة المخالفات التابع ليه اللي بيضع الاشتراطات اللي حضرتك تقول علينا أنا أصدي هنا بس برضو عشان أوضح أنا هنا بتتكلم على العمالة غير المنتظم أنا برضو مش عاوزين نقطع أكل عيش حد فالي هو يبقى فيه إعادة نظر لأمورهم وتقنين وضعهم بدمجهم مثلا في الشركات المؤسسية أو الشركات المعترف بها من خلالكم طيب نحن بالتوازي شغالين مع الوزارة التضامن في جزئية إدراج الأعمالة الغير منتظمة عملنا حصر بالأعمالة الغير منتظمة اللي شغال في منظومة وزارة المخالفات بالتعاون مع وزارة التضامن بحيث أن نتم إدراجهم داخل المنظومة إدراجهم للقطاع الخاص الكبير اللي هيشتغى في المنظومة وضع مظلة تأمينية لهم تأمينية واجتماعية لهم كل الأمور دي احنا شغالين فيها بالتوازي اللي شغال على الأرض احنا هندرجه داخل المنظومة هنقانون وضعه هنحوله لقطاع رسمي ونقانون وضعه ونضع اشتراطات رسمية في التعامل في المنظومة ودارة المخالفات وزارة البيئة شغالة في المنظومة دي بالتوازي مع كل الوزارات وده جزئية المهمة اللي هيتم من خلالها إدراج الكتاغ الرسمي في المنظومة أيضا هيتم تحويل كل الشركات اللي شغالة في المنظومة غير مقنالها لشركات رسمية عشان تستفيد من الحوافز للقانون وضعها واللاحة التنفيذية هو مش هيقدر يستفيد من الحوافز للقانون وضعها واللاحة التنفيذية من غير ما يتم تقنين وضعه وأصبح مرخص ليه بتنفيذ أو تشغيل المنظومة أستاذ ياسر مع ذلك حيكون فيه مخالفين مخالفات الناس اللي بتاخد مخالفات البناء وترميها في مقالب عشوائية ونلاقي الناس السكان حواليهم بيشتركوا اللايحة الجديدة هتتعامل ازاي مع هذا ياريت مقالب عشوائية بس يا ديري أنا لفت نظري النهاردة تحديدا وأنا جاي على الدائري وإحنا جايين من عدارة لأي مخالفات بناء كوم كبير جدا كده عند المجاري المائية وكل جزئي دي القانون وضع بند مهم جدا وبالنصق حاليا مع كل المحافظات واجهزة المقطعات المرانية لما بصينا المنظومة في جزئية مخالفات الهدم والبناء بصينا عليها في منظور تنظيمي وتشجيع السمار في مجال معالجة مخالفات الهدم والبناء وبصينا للدول البرة ازاي ارتقوا بمنظومة مخالفات الهدم والبناء بذبط ما احنا عايزين نحل مش بس يكون فيه عقوبات احنا كون عايزين نحل احنا خلاص القانون نص نص صريح الزام الجهة الادارية المحليات او جهزة المقطعات المرانية ما فيش تصريح يطلع لأي شركة مقاولات حكومية او خاصة بالهدم والبناء من غير ما يكون يقدمه ما يفيده ان نتعاقد مع شخص مرخص بيه لجمع ما ينفعش اسلم المخالفات دي لحد سوري في اللفظ غير مرخص ليه او مع عربية كرر يرميها على نصية الشارع احيانا في غفلة من الزمن يعني ممكن هو بينزل مقاول مش شركة مؤسسية او شركة ليها ورق هو بينزل شخص موجود في كنباوند او في مكان سكني كبير بيتعاقد مع شخص انا عاوزك تيجي تشيل لمخالفات البناء الموجودة مش هنتكلم على عمارة هده تكلم على شقة مثلا تم اعادة يعني تجدها او تشطبها فبيشيل ده هو يعني المواطن نفسه ما بيسألش انت هترمي المخالفات فين هو كل مصلحة انت هتشيل ده بكام هاخد منك ده بخمسمائة جنيه بألف جنيه طب شيلهم وخلصني منهم التاني بيرميهم احيانا على طريق عام طبعا فزي بقى في ردع عام لي يعني مرتكب هذا الفئة طيب بالنسبة للنص القانوني والعقوبة لا العقوبة تمتها جديدها بحيث ان اي شخص هيسلم مخالفاته والشخص غير مرخص لي العقوبة هنا متضمنة بين الشخص اللي سلم له المخالفات وبين الشخص ادارة المخالفات بالتنصيق مع المحليات واجهات المقطعات العمرانية بحيث يتم رصد اي مخالفة طيب نجي لجزئية التانية المخالفات الهدم والبناء دي ما كانش بيتم الاستفادة منها لأسباب كتيرة ما فيش سوء لتسويق المنتجات الخاصة بمعالجة مخالفات الهدم والبناء احنا دولة مواد البناء عندنا رخيصة لا فيه كود دلوقتي ومواصفة طلعت وزارة البيئة طلعتها بالتنصيق مع هيئة المصحات الجودة للمخالفات الهدم والبناء المعادة تدويرها ومن خلال القانون والليحة تم مش هقول الزام تم تشجيع الجزئية دي للمصانع بحيث ان يستخدموا نسبة من المخالفات الهدم والبناء المعادة تدويرها لتطافق مع الكود دي في بعض سواء الطرق او خلافه او بعض المنشآت يبقى انا شجعت القطاع الخاص ان هو يعالج مخالفات الهدم والبناء بدأت في المنظومة من عملية الجامعة حتى منظومة المعالجة وضعت لها اطار قانوني واطار لعملية المتابعة والرصد بحيث ان محدش يتعامل مع مخالفات الهدم والبناء او اي نوع من انواع المخالفات من غير ما يكون كيان او شركة مرخص لها القيام بتلك العمل طيب استاذ ياسر عايزة توقف مع حضرتك عند نقطة الوعي واحنا بنعمل كل هذه الجهود يبقى وعي المواطن بمسألة اعادة التدوير بمسألة التخلص من المخالفات بالطرق الامنة مسألة غير في الاهميات في المنظومة الجديدة مسألة الوعي يعني ايه نصبها من الموضوع ايه القليات الجديدة لتعزيز وعي المواطن المصري باهمية هذا طيب خلينا وضح لحضرتك اي تعاقدات جديدة بالتمام على قطاع خاص فيه فصل خاص في التعاقد بعملية التوعية القطاع الخاص او الشركات اللي هتنزل العرض هي اقدر كيان انه يواعي المواطن اللي بيستقبل من المخالفات ويشجعوا عملية الفصل داخل الوهدات السكنية مهمة جدا لعملية المعالجة طول ما المخالفات المنزلية مختلطة بيصوب عادة تدويرها طالما بيتم عملية الفصل يمكن الناس اللي بتتفرج علينا تقول ان موضوع الفصل جوال بيود ده حاجة صعبة جدا وإحنا مش متعودين عليها لكن زي حاجات كتير ما كناش بنعملها وبقينا بنعملها وبقيت حاجة عادية وجزء من الروتين العادي خالص اللي بتعمل في اليوم فكرة الفصل اللي موجود في المولاد ده يخلي الناس هي يعني اوتوماتك كده من غير ما تحس وهي بتدمير حاجة بتاعتها هو شايف هنا ورق هنا احنا مش طلبين اكتر من داخل ان يبقى بس ده صعب ان هو يتطبق داخل المنازل لا داخل المنازل يعني انا هنا عندي صندوق قمامة واحد في المول او في الاماكن الكبيرة هو بيبقى كبير في مساحة عادة لنفسها هي عادة للفكر والثقافة الخاصة احنا مش طلبين مش طلبين محدثة كان هي اكتر من يحط المخلف العضوي في كيس واي نوع مخلف اخر في كيس اخر العضوي اللي هو بمعنى البقاية الطعام وخلافه اي نوع اخر من انواع المخلفات كرتون ازاز خلافه في كيس اخر طالما المنظومة تم عملية الفصل بالطريقة دي بيسهل عادة تدورها الجزء العضوي ده بيدخل كاسمات داخل مصانع والجزء الاخر سهل لعملية الفصل بيفصل البلاستيك والكرتون وخلافه فالعملية المعالجة والتدوير بيكون اسهل داخل المصانع جزئية الخلط المنتج نفسه في البلاستيك او الكرتون اللي بيطلع من عملية التدوير بيبقى مختلط فبيصوب عادة تدويره هو بيعي التدوير بس بيصوب عادة تدوير فالقطال الخاص اللي هينزل ان شاء الله لعملية تشغيل المنظومة فيه فصل كامل لإلزام او مش هقول لإلزام لتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة وإزاي ممكن يشجع المواطنين دي عن طريق حوافظ حافظ للمواطن اللي بيفصل احنا نموت في الحوافظ هديك مكافأة لو فصلت مقابل كيس القمامة اللي انت بتدوني ده مفصول هتلاقينا وبيحصل في بعض انواع المخلفات دلوقتي زيوت الطعام فيه شركات دلوقتي بتنزل والشركات دي وغدة يعني موافقة من عندنا بتنزل بتجمع زيوت الطعام المسترجع وبتدي حافظ للمواطن نظير انه ايه بدل زيوت دي ما كانت بتتريم في مجاري المائية لأ دلوقتي بيسلمها للشركة دي وبياخد اي حافظ بيقدمهم نفس الفكرة قطاع الخاص النازل فيه آلية وفيه باب خاص بالجزئية دي ان شاء الله هيشجع المواطن وهو اكدر لان هو اللي هيتعامل مع المواطن في عملية الجامع اكتر من الدولة ففيه باب خاص داخل التعاقد ازاي وعي المواطن بعملية الفاصل داخل الوحدات السكنية وخلافه فدي جزئية مهمة جدا في عملية المواطن اعتقد الموضوع مش صعب اعتقد انه كان فيه حاجات كتير احنا كنا شايفين مستحيلة ومستحيل نشوفها بتتحقق وبقت بتتحقق والناس بتلتزم بيها مبدئيا فيه قانون فحيلزم الكثير وتاني حاجة مسألة الوعي مسألة مهمة جدا طول ما احنا بنشتغل عليها اعتقد ان يعني هذه المشاريع هتحقق الغاية منها استاذ ياسر محجوب مدير ادارة هيكلة قطاع المقلفات بوزارة البيئة بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا جزيلا حضرتك